مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع النهاردة موضوع مهم جدا بيكلم عن تاريخ بني إسرائيل وهذه الحلقة هي بأنوان تاريخ بني إسرائيل بين الحقيقة والتزييف الإسلامي وأصد هنا الرد على عبدالله الشريف في الفيديو بتاعه اللي بيكلم فيه عن تاريخ بني إسرائيل ورأيت أن هذا الفيديو مليء بالتزييف والأكاذيب المرتبطة بتاريخ بني إسرائيل التاريخ هو مجموعة من الأحداث مرتبطة بمكان وزمان وأشخاص هذه الأحداث بيتم تسجيلها فبيبقى عندنا تسجيل للتاريخ للأسف أوقات كتيرة بيتم تسجيل هذه الأحداث من وجهة نظر واحدة لكن هناك مؤرخين منصفين يسجلون التاريخ كما حدث بالضبط والكتاب المقدس عندما يسجل لنا التاريخ هو يسجل لنا حقائق هذه الحقائق قد تمت في مكان وفي زمان ومع أشخاص معينين لأنه عبدالله الشريف قام بتزييف تاريخ بني إسرائيل وقام أيضا بتزييف تاريخ بني إسرائيل لغرض أن يشوه تاريخ هذه الأمة ويقدم هؤلاء بني إسرائيل على أنهم مجموعة فاسدة منذ بدء التاريخ ولا تستحق أن تعيش ولا استحق أن يكون لها فرصة في الوجود الفيديو أو الحلقة يكون فيها مجموعة كبيرة من الفيديوهات لكن هي عبارة عن زي ما قلت رد على عبدالله الشريف في تزييفه لتاريخ بني إسرائيل من هم الكنعنين؟ ده أول سؤال بيطرح بنبدأ التاريخ من حيث الكنعنيين فمن هم؟ وما هو أصلهم؟ ومن أين أتوا؟ وما هي الشعوب التي كونت كونت أو كانت موجودة في أرض كنعان؟ وما هو تاريخهم؟ كل هذه الحقائق مهمة جدا نحن نعرفها لكن خلوني نشوف أول فيديو بيكلم فيه عن تاريخ الكنعانين كويس؟ والمعلومات اللي بيجبها عن الكنعانين معلومات خاطئة لا تمت بالصلة للكنعانين نشوف الفيديو الأولاني ونرجعنا على وإلا أصبحت فيما بعد تقسيم الدول إلى فلسطين ولبنان وغرب الأردن وغرب سوريا فتاريخيا الناس اللي سكنوا الأرض دي من سنة 3500 قبل الميلاد كان اسمهم الكنعانيين دول بقى كان أصلهم عرب من الشعوب السامية أوكي أول صدمة بتصدم أي واحد دارس بيقولك أنه الكنعانيين دول أصلهم عرب بيس؟ أولا أولا المسلم المسلم زي عبدالله الشريف ما عندوش معلومات عن الكنعانيين الكرآن لم يذكرهم كل اللي موجود عندهم يمكن بعض العبارات اللي قالها التبري والتبري زي ما أنتوا عارفين كان في القرن التاسع الميلادي يعني بعد دخول يشوى وحربه مع الكنعانيين بأكتر من 2500 سنة فالمعلومات عن الكنعانيين اللي عندو معلومات خاطئة ياريتو كان رجع إلى يعني دارة المعارفة البريطانية أو أي يعني كتب موثوق فيها يجيب لنا بعض المعلومات عن الكنعانين لكنه يقول لك الكنعانين اصلهم عرب من اين نحن نستقل معلوماتنا عن الكنعانين اول حاجة نستقل معلوماتنا عن الكنعانين من الكتاب مهدس لان الكتاب مهدس يتكلم عنهم كتير نستقل معلوماتنا ايضا عن الكنعانين من علم الاثار وهي اسم الحفريات الموجودة من الاثار الموجودة سواء لعبادتهم لتقصهم لمجتمعهم لتاريخهم كل ده موجود الحاجة التانية من الكتابات الأخرى اللي ذكرتهم زي الكتابات المصرية القديمة البابلية القديمة ذكرت عنهم فبنقدر نستقي معلوماتنا عن الكنعانين بحسب الكتاب المؤدس الكنعانين هم من نسل حام وليس نسل سام يعني حام كويس حام ابن نوح أنجب أربع ولاد جاب لينا كوش اللي هي تعتبر أثيوبيا والحبشة وغيره وجاب لينا مصريم ودي بصيغة الجم علشان بتاعني مصر السفلة ومصر العليا وجاب لينا فوت اللي هم ساكني ليبيا وجاب لينا كنعان كويس فدول الأربع ولاد اللي هم خرجوا من نسل حام ابن نوح ومن الأربع دول خرجت شعوب كثيرة جدا وهذه الشعوب في أغلبها كانت معادية لشعب اسرائيل يعني خرج منهم مصر خرج منهم فلسطين أشور بابل إلى آخره من كنعان ابن حام من كنعان ابن حام خرج حداشر ابن وأصبحوا أمم وقبائل وعشائر كثيرة منهم السبع أمم اللي كانوا عايشين في أرض كنعان واللي الرب أعطاهم فرصة ورد تانية لكي ما يتوبوا عن نجاساتهم وعن أفعالهم لكنهم لم يتوبوا كويس اللي هم اليابوسيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين والجرجاشيين والكنعانيين كويس دول الشعوب السبعة اللي كانت سكنة في أرض كنعان اللي هم يعتبروا خرجوا من كنعان الأب الكبير بتاعهم كويس فما يجيش واحد النهاردة بعدم معرفة للتاريخ ويقولك الكنعانيين دول أصلهم عمر هو عايز هو ليه بيقول الكنعانيين أصلهم عرب عايز يقولك ان العمل يشوع من بدء التاريخ كان ضد العرب فبالتالي عايز عايزك تكره شعب إسرائيل من بدء التاريخ فهو بيشوه التاريخ لأجل غرض عنده أو بيشوهه الجهل بيشوهه الجهل طيب هذه الشعوب ورد اسم كنعان في الكتاب المؤدس مرات ومرات ومرات والكنعانيين مرات ومرات ومرات كويس لكن كمان ورد اسم الكنعانيين أو كنعان في الكتابات المسمارية القديمة اللي بتعود للقرن الثمنتاشر قبل الميلاد يعني 1800 سنة قبل الميلاد كما ورد اسمهم أيضا في الرسائل المصرية اللي بتعود إلى القرن الاربعتاشر قبل الميلاد لأن المنطقة دي منطقة كنعان كانت تخضع إداريا للسلطة المصرية في القرن الاربعتاشر قبل الميلاد كويس ولا سيما في عهد العمرنة عشان كده بنجد في رسائل العمرنة منشا للكنعانيين زي ما بنجد أيضا في رسائل العمرنة اللي بتعود للقرن التلاتاشر منشا لشعب اسمه هابيرو أور أبيرو العبرانين اللي بيرجحها العلماء إنهم إلى العبرانين اللي جم وغازوا المنطقة دي الكتاب المؤدس كمان حدد لي التخوم أو السكن أين سكن الكنعانيين فقال لي إنهم سكنوا مثلا في تكوين عشرة من عدد تسعتاشر شوفوا دقة الكتاب المؤدس بيقول لي إنهم سكنوا من تخوم صيدون كويس من صيدون يعني عند لبنان إلى غزة على الحدود تحت ومن سدوم وعمورة إلى ليشعب دي التخوم بتاعته فمعلوماتي أنا عن الكنعانيين كويس إنهم من ناس لحام وده اللي بيأكدوا كتاب المؤدس هو مرجعش الكتاب المؤدس هو معرفش جاب معلوماته منين ما قال ليش جاب المعلومة بتاعته إنه الكنعانيين أصلهم عرب منين هو عايز أقول إنه العرب دول قدماء جدا جدا بيعودوا إلى تلتمية تلاتلاف وخمسمائة سنة قبل الميلاد وإنه الإسرائيليين كانوا في معاملتهم مع العرب كانوا ده اللي عايز أقوله مع إنه دي مش حقيقة دي مش حقيقة يبقى الكنعانيين جم منين الكنعانيين أساسا ناس لحام ودي الشعوب اللي ربنا إداها فرصة وليسنين ولمئات السنين يعني لما بنقرأ في سفر التكوين أصحاح 15 لما الرب بيقتعاهده مع إبراهيم بيقوله أنا هدي لك هذه الأرض بس شعبك هينزل يتغرب في أرض غريبة ربعمائة سنة وبعدين بيقوله لأن ذنب الأموريين لأن الأموريين كانوا واحد من الشعوب السبعة بس كان يعتبر الليدر بتاع الشعوب السبعة دول فيقوله على هذه الشعوب الأموريين لأن ذنب الأموريين لم يكن قد اكتمل بعد طب إم تكتمل؟ من الوقت اللي رب كلم فيه إبراهيم إلى الوقت اللي دخل فيه يشوع إلى أرض كنعان أكتر من ستمائة سنة أكتر من ستمائة سنة والرب بيعطي فرصة ولا الثانية ولا الثالثة لهذه الشعوب طيب نيجي إلى حاجة أخرى بالنسبة للتاريخ وهي الكنعانين زي ما قلت ليسوا عرب والكنعانين ليسوا من ناس لسام انسى هذا الموضوع حاجة تانية إبراهيم متى جاء إبراهيم إلى أرض كنعان وما هو أصل خرافة صراع إبراهيم مع نمرود نسمع الفيديو اللي بيقولنا فيه هذه الحقيقة أو هذا الكلام وبعدين نعلى عليه طيب إن كل شعوب المنطقة دي من بعد طوفان نوح عليه السلام برضو كانوا وثنيين وبيعبدوا الأصنام لحد سيدنا إبراهيم اللي كان برضو من ناس لسام ابن نوح عليهم جميعا وعارفين إحنا طبعا قصته مع النمرود ابن كنعان اللي كانت في العراق ولي حصل فيها تحطيم الأصنام والدعوة لعبادة رب العالمين وبعد ما نجاء ربك سبحانه وتعالى هاجر سيدنا إبراهيم للمنطقة دي في القرن التمنتاشر قبل الميلاد إبراهيم هاجر في القرن التمنتاشر قبل الميلاد ودي معلومة خاطئة أول معلومة خاطئة تاريخيا إبراهيم لم يهاجر في القرن التمنتاشر قبل الميلاد وملجبنا منين عمر أبراهيم أنا بشجع عبد الله شريف إنه يرجع للكتانة معدس يدرس التاريخ بما أنه الكتانة معدس هو المصدر الأساسي المصدر الأساسي لهذه المعرفة جبنا منين احنا عمر ابراهيم وقلنا انه عمر ابراهيم او ابراهيم ما كانش موجود في 1800 ابراهيم كان موجود سابق لكده ابراهيم كان موجود سنة 2075 في الرينج ده جبناها منين لما بنرجع الى سفر الملوك الاول وفي اصحاح 6 بيقولنا كاتب ملوك الاول انه سليمان الملك في السنة الرابعة في السنة الرابعة لملكه كويس اللي هي اساسا سنة 480 من الخروج تم بناء الهيكل فدول هنا عندي حقيقتين مهمين جدا تاريخيتين انه الهيكل اتبنى بعد 480 سنة من خروج بني اسرائيل وانه الهيكل اتبنى واتكمل بناءه سنة او في السنة الرابعة لملكه سليمان طيب لما اجي الى الحقيقة دي بعرف انه انا سليمان سليمان السنة الرابعة لملكه كانت سنة 966 قبل الميلاد 966 قبل الميلاد والسنة الرابعة لملكه كانت سنة 480 من الخروج يبقى 966 زائد 480 بيديني سنة الخروج 1446 قبل الميلاد كويس بني اسرائيل قعدوا في مصر 430 سنة يبقى 1446 زائد 430 سنة بيديني 1876 سنة يعقوب نزل كان عمره 130 سنة فبحط دوا زيادة يعقوب اتولد لما كان اسحاق عنده 60 سنة فبحط دا زيادة اسحاقت ولد لما كان ابراهيم عنده 100 سنة فبقدر اجيب انه ابراهيم كان عايش في القرن الواحد وعشرين قبل الميلاد وليس القرن الـ 18 كويس دي اول حاجة الحاجة التانية قصة النمرود قصة النمرود دي دايما المسلمين تكلموا عنها وعن ابراهيم وإلى آخر قصة نمرود اساسا قصة يهودية خرافة يهودية خرافة يهودية من الاسرائيليات كويس مذكورة في المدراش اليهودي وبيعتبرها اليهود قصة خيالية من وحي الخيال مذكورة ايضا في كتاب برشيت رابا كويس وفصل السبعة عشر وموجودة ايضا في التلمود البابلي يعني هي مكتوبة عند اليهود قبل ظهور الاسلام كويس هذه القصة الخرافية مبنية على ترجمة خاطئة لنص من نصوص الكتاب المؤدس وهو سفر التكوين اصحاح خمستاشر وفي عدد سبعة لما بيقول انا الرب الذي اخرجك من اور الكلدانين الرب بيقول ابراهيم انا الرب الذي اخرجك من اور الكلدانين كلمة اور بالبابلية معناها مدينة كويس اور الكلدانين لكن هناك في العبرية كلمة اور تعني ايضا النور في البدء خلق الله وقال الله ليكن نور فكان نور فتعني نور او نار فاحد المترجمين كويس فهم العبارة دي من اليهود على انا الرب لك الذي اخرجك من النار من نار الكلدانين وليس من اور الكلدانين فكتب قصة عن صراع ابراهيم مع نمرود قصة خيالية جي الاسلام عملي راح واخدها واخدها دون ان يميز ما بين الاساطير والقصص الحقيقية دون ان يميز بين ما ذكر في الكتاب المقدس عن ابراهيم وما كتبه اليهود في المدراش والكتب التقليدية اليهودية والتفسير اليهودية ده يعني مختصر لصراع ابراهيم مع نمرود لكن خليني ارجع الى جزء اخر في فيديو اخر كلنا نعرف انه ابراهيم الرب هو اللي اخرجه اخرج من هذه الارض الى الارض التي يوريك فالرب واخد ابراهيم من اور الكلدانين الى الارض التي يريه اياه وهذه الارض هي الوعد الالهي الذي وعد به الله ابراهيم ونسل فالعهد الابراهيمي كان فيه ثلاث حاجات بيتكون من ثلاث حاجات العهد الابراهيمي بيتكون من نسل من نسل وارض وبركة ثلاث حاجات النسل اكتمل في المسيح الذي به او فيه تتبارك جميع الامم الارض اعطيت لبني اسرائيل البركة ابارك مباركيك واجعلك بركة دي البركة كويس فالتلات عناصر دول مهمين جدا فيه فهمنا للوعد او العهد الالهي مع ابراهيم ابراهيم بعد سنين جاب اسحاء وبعد اسحاء جه يعقوب هنا هنسمع يعني اجمل ما يمكن ان تسمعه عن يعقوب يعني انا انا بص بنا انا انا بقالي سنين بدرس العهد القديم وقريت يعني ما لا يخطر على بال حضراتكم من كتب عن معنى كلمة اسرائيل بس اول مرة افهم من عبدالله الشريف معنى اسرائيل بالشكل ده يعني بصراحة مفيش بعد كده مفيش بعد كده نسمع اوكي اوكي قبل الميلاد طيب نيجي بقى ليعقوب نسمع بقى يعقوب ده اسرائيل اسرائيل واسحاق عليهم السلام اسرائيل روح الى جزيرة العرب عاش في الارض دي وغير من زريته ابنه يعقوب عليه السلام واللي كان معنى اسمه بالعبرانية اللي بيتكلموها يسرائيل يعني عبد الله يسرائيل عبد الله واللي اولاده اللي جم من بعده يبقوا بني عبد الله او بني يعقوب او بني اسرائيل صايب اديكوا عرفتوا معنى اسرائيل عاملين تقولوا عايزين نعرف معنى اسرائيل هو ليه ربنا غير اسم يعقوب وحولوا من يعقوب الى اسرائيل كل اللي انتوا في الكنيس انا مكلمين المساعين كل اللي انتوا من المفسرين ومن وعاز عن معنى اسم اسرائيل انسوه لان هو قدم لك هنا معنى جديد انا اول مرة بصراحة اعرفه معرفش مصدره ايه معرفش مصدره ايه لكن بيقول لك انه معنى اسم يعقوب او اسرائيل معنى اسم اسرائيل يعني عبدالله عبدالله اسرائيل معنى عبدالله وهو طبعا عبدالله الشريف كويس يعني انا ممكن دلوقتي انا دي انا دي يقول له يا اخ اسرائيل طبعا مش يرضى هو يقبل الكلام ده كويس اول مرة معلومة جديدة معلومة بصراحة يعني تدخل الدماغ تدخل الدماغ ايه ايه الشطارة دي ايه الشطارة جبتها منين دي جبتها منين لو بينطقلك الاسم بالعبري يعني اسرائيل يعني اه الاخ اعرف المعنى كويس طيب نروح الى اسرائيل ياسرائيل كويس من اين اشتق هذا الفعل او او الاصل بتاع هذه الكلمة من اي فعل هل هي من كلمة اه سارا بمعنى يصارع او يجاهد وهنا يكون معنى اسرائيل كويس اه الرب يصارع يجاهد مع يعقوب كويس ولا اه معنى اه جاي الاسم من اه اه مشتق من اه كلمة يشرون يسرون كويس وكلمة يسرون لانه الشعب اسرائيل اه 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 وصف في اه سفر التسنية بانه ايضا اه يعني بهذا الاسم يشرون كويس وكلمة يسرون معناها المستقيم والامين بمعنى من هو مستقيم وامين مع الرب يعني رب حول اسمه من المتعقب المخادع يعقوب الى انسان مستقيم في علاقته مع رب لكن عبد الله دي دي حاجة جديدة يعني اه 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 يعني حتى الفيلسوف اليهودي اه فيله في اه قانن الاول مسيحي اه لما اه اه رجع الى كلمة اسرائيل حطه بمعنى اخر يعني قالك اه الرجل الذي رأى الله ايش رأى إيل ممكن لكن هي لو رجعنا الى الفعل الاصل الروتز بتاع الكلمة عندنا بس اختيارين يا اما انه يصارع او يجاهد او انه مستقيم مع الله لكن عبد الله دي ده ده تفسير عربي جديد يعني اه اه عموما شكرا على المعلومة يعني نورت النورت المحكمة طيب نيجي الى جزء اخر تاريخ بني اسرائيل في مصر تاريخ بني اسرائيل في مصر تاريخ معروف لنا بالتفاصيل يكفي انك تقرأ اه اه يعني من من نهاية سفر التكوين من اول اه تكوين سبعة وثلاثين ونزول اه يوسف الى مصر وبعدين نزول يعقوب وابنائه الى مصر وبعدين تبدأ من سفر الخروج يبدأ يكلمك عن المعاناة اللي كانوا عايشينها شعب اسرائيل في مصر ونزال الله افتقد شعبه وشعبه دلوقتي اتحول من قبيلة من عيلة صغيرة سبعين شخص الى امة عظيمة جدا كبرت فالربها يخرجها ويوديها الى ارض الموعد اللي وعد ابراهيم بيها ده ده التاريخ لكن تعا نشوف نسمع تاريخ بني اسرائيل في مصر اا ونشوف بيقول لنا ايه عن هذا التاريخ كانوا عايشين كقبيلة بر المدينة ايوا في ارض كنعان وجم الى مصر ام الدنيا ايه بجريتهم بقى حضرتك عاشوا في مصر للمدة ربعمية وتلاتين سنة بقول لحضرتك عليها دي عاست في الارض فسادا وسط اقباط مصر زي ما هقول لك كمان شوى خلي بالك لما اقول لك اقباط مصر مش معناها مسيحيين لان اهل مصر وقتها غالبيتهم كانوا وثانيين لازم نعرف وراء الكلام اللي بيقولوا ايه لانه مش بيقول حاجة لمجرد انه بيتكلم لا 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 الكلام اللي بيقولوا ده عايز يوصل لك معلومة عايز وصل لك معلومة اول حاجة جبتها منين انه هم يعني كانوا اه اربا وزينة وفسق وعبادة اوسان في مصر جبتها منين جبتها منين انه شعب اسرائيل كان عايش في مصر او حش ما يمكن انت تتخيل ايه معلوماتك كويس اه انا انا مش بدافع عن شعب اسرائيل انا بقول انه شعب صلب الرقبة زي ما الرب قال ومتمرد ويا معبد اوسان الى اخره الامور دي كلها لك انا بكلم على المعلومة نفسها اللي انت جبتها في ارض مصر جبتها منين جبت ازاي انه زرية اه يعقوب اه يعني اه كانوا اكتر الشعوب فسادا في ارض مصر زنا وفسق و و وغسيل اموال زي ما هيقول فيما بعد كويس ما انا معرفش جبها منين معرفش جبها جب المعلومة دي جبها منين وبعدين يقول لك اقباط مصر هو ليه قال اقباط مصر ليه قال اقباط مصر مع انه يعني كلمة اقباط او كوبتس او ايجبتوس اه اه ده تعبير اه اللغة اليونانية الاسم الذي اطلق على على مصر باللغة اليونانية وبعدها اتاخد الى اللغة القبطية كويس ليه ما قالش الفرعنة ليه قال اقباط مصر لانه هنا عايزك عايزك تفهم عايزي يقول لك انه هؤلاء الشعوب بني اسرائيل دول ده المعنى المخفي يزرع نوع من العداء بين بني اسرائيل والاقباط ده اللي عايزيقوله من البداية انه يزرع نوع من العداء والكراهية ويقول لك انه هذا العداء اساسا متأصل قديما جدا ما بين اقباط مصر وما بين شعب اسرائيل خليني اقول حاجة وما تزعلوش مني للأسف كتير احنا كمسيحيين اقباط مسيحيين مصريين للأسف الشديد مفهمنا عن اسرائيل وعن بني اسرائيل متأسر كثيرا جدا بالاسلام وليس بالمسيحية بل مبني على افكار اسلامية وليس على افكار كتابية من كتير معدس عدد كبير جدا من مسيحي الشرق الاوسط مفهمهم عن اسرائيل مفهوم اسلامي وليس مفهوم كتابي مش مفهوم مبني على كلمة الله لكن مفهوم متأثر ومغروس ومعجون بمية اسلامية كويس ما لديهش علاقة بالكتابية من معدس يعني يعني عشان ابني مفهوم عن شعب اسرائيل لازم ارجع لكتابية من معدس ولازم افهم الكتاب المعدس ولازم ابني فكري ليس على الثقافة الاسلامية التي في مجملها معادية ومكفرة لليهود منذ نشأتها وعلى نصوص كتاب كرآنية تكفر اليهود لكن ابني مفهومي على الكتاب المعدس سواء وريفر المفهوم اللي انا وصلت ليه بس اساسا يكون مبني على كلمة الله مش يكون مبني على ما يقول المسلمين وما يدعيه الساسا وما يقول تقول الحكومات الاسلامية وما مر من التاريخ على صراعات عربية اسرائيلية فاصبح مفهومي عن اسرائيل مفهوم اسلامي مفهوم اسلامي في مجمل مع انه مع انه مفروض يكون اليهودي اللي بيؤمن بالكتاب المعدس في بينه وبينه ارتباط اكتر ما بينه وبين المسلم ليه؟ لانه على الاقل بيؤمن بكل العهد القديم اللي انا بؤمن به على الاقل هو بيؤمن بتلتين كتاب المعدس المسلم ما بيؤمنش خالص بكتاب المعدس نهائي طيب اجي الى نقطة اخرى تشويه سورة الاسرائيليين في مصر هو هو كل اللي عايز يقوله انه بني اسرائيل دول وحشين جدا وحشين جدا ما يستهلوش اي رأفة ولا شفقة ولا رحمة من ربنا ولا مننا احنا وتاريخهم كله تاريخ سيء فبالتالي وجهة نظر الاسلام عنهم صحيحة وبالتالي ينبغي لنا نحن ان نتبنى وجهة الاسلام عن شعب اسرائيل وعن تاريخ شعب اسرائيل شوفوا تشويه السورة التي يقدمها نسمعها دي بقى حضرتك خرج الهكسوس من مصر على ايد احمس الاول سنة 1550 قبل الميلاي وانتقلت مصر من حكم الهكسوس الى حكم الفرعنة وكل ده وبني اسرائيل لسه موجودين في ام الدولين بقى وتخريب اقتصاد على تخريب اخلاق طغير زرع الفتن والقتل والنهب وغيب بلاوي اللي سمعتها واللي عملوها في اقباط مصر موسندتهم للهكسوس اللي احتلوا المصريين اللي اكرموهم واستقبلوهم لقرون من الزمانة طيب يعني فسق بقى وغسيل اموال وسرقة ونهب وقتل وتعاونهم مع الهكسوس ضد مصر كل ده انا ما عارش اجيبه منين انت اساسا ما عندكش معلومات عن الهكسوس يعني يعني جبته ده منين ايه المصدر اللي انت جبت منه معلوماتك يعني ما عارش سفرة الخروج باعرف انه هذا الشعب كان مطحون مستعبد في ارد مصر وباعرف انه هذا الشعب مر بألام ومعاناة كثيرة جدا في ارد مصر انما جبت منين ان انت تشوه سورته ما لازم نكون محققين في التاريخ انا مش بقول انه شعب اسرائيل ده ملاك انا بقول التاريخ بيقول ايه كتاب المؤدس بيقول ايه كتاب المؤدس اتكلم عن ازاي فرعون من اول ما جات الاسرة التمنتاشر كويس وبدأت تستعبد بشدة بشدة شعب اسرائيل وبدأ يقيموا عليهم اسياد ومسخرين وبدأ يطلبوا منهم ما يعجز عن تقديم الانسان وبدأ يطلبوا من القابلتين انه هما اي طفل يولد عبراني ولد يقتلوه كل دي ما بيتكلمش عنها كل ده ما بيتكلمش عنه لكن بيجيب معلومات غلط اساسها تشويه شعب ما تقولش انه انت كمسلم ما عندكش هذه الامور ده انت عندك النهاردة اسوأ من عند اليهود من زنا وفسق وانواع مختلفة منازجات كل هدفها هو الحياة في الزنا من غسيل اموال انت بتكلم عليه روح على الخليج وشوف من دعارة من امار من كل انواع الخطايا من تعاون مع شعوب اخرى وهو اساسا اخواني يعني عارف تعاون مع مين ضد مصر انما ليه بتشويه تاريخ ناس جبتاها منين المعلومات دي وانت لما تتكلم عن تاريخ انت بتكلم عن حقائق يبقى لازم تقولي المصدر بتاعي انه جايبوا من المخطوطة الفلانية او البردية الفلانية او الحفر الفلاني اللي بيقول فيه في رعوعا بيقول فيه انه بني اسرائيل عمله كذا وكذا وكذا جبتاها منين جبتاها منين فهو قدم لك بني اسرائيل على انهم فاسقة لصوص حرامية بتوع غسيل اموال متعولين مع المحتل الهيكسوس الهيكسوس الاسرة الخمستاشر اللي حاكمة مصر كانت كلها هيكسوس من الف ستمية وخمسين الى الف خمسمية خمسة وخمسين والهيكسوس دول كلمة هيكسوس معناها الحكام الاجانب واللي اطلق عليهم ايضا الحكام او الملوك الرعاة اللي حاكمه مصر والكتابات المصرية تكاد تكون معدومة عن الهيكسوس احنا جبناها من مؤرخ يوناني كتب عن تاريخ مصر وعن الفترة دي لكن انت ما عندكش حتى كمسلم معلومات طيب نيجي الى الخروج من مصر الخروج من مصر على يد موسى اللي رب اقامه لكن الخروج من مصر الى فين هي دي النقطة وهل الخروج من مصر دوا مؤسس على دعوة الله لموسى انه يخرج الشعب من مصر ويوديهم الى ارض كنعان يعني هل الدعوة الالهية زي ما بنقر عنهم انه الرب افتقد شعبه والرب قال كده لموسى في تكوين في سفر الخروج اصحح ثلاثة لما ظهر لموسى انه هيحقق وعده اللي قاله لابراهيم واصحاق ويعقوب وانه هيخرج الشعب هيخرج الشعب من ارض مصر ويوديهم الى ارض كنعان الارض التي حلف لابائنا ان يعطينا اياها ده ده الوعد الالهي لكن هنا بيقولك موسى ما كانش عارف رايح فين ده 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 فكرة موسى انه ياخد الشعب الى ارض يعني الى ارض المعاد وليست الوعد الالهي لابراهيم واصحاق ويعقوب بيعطاءه للارض شوف هيقول لنا ايه ويتحفنا بايه اه يا بني اسرائيل دلوقتي احنا خرجنا من مصر هنروح فين هنطلع على الارض اللي كان فيها اجدادكم الارض اللي عاش فيها يعقوب النبي عليه السلام واولاده اللي هم اجدادكم يلا بينا نرجع لها تاني والارض دي دلوقتي بيحكمها ناس اسمهم العمالية اللي هم احفاد الكنعانيين اللي انتم كنتوا عايشين عندهم فيلا بينا ندخل فكرة الزهاب الى ارض كان عن فكرة موسى مش وعد الله ده اللي عايز اقوله موسى بقولهم طب احنا هنروح فين اقولك وقالكو اكتراح حوايس قوي تعالوا نرجع للارض اللي كان عايش فيها اجدادنا زمان ابراهيم واصحاك ويعقوب تعالوا نعايش فيها ما احنا هنعايش في الشارع يعني مش هينفع فالفكرة الزهاب الى ارض كان عن زي ما هو بيقدمها هنا بهذا الاسلوب اللي فيه نوع من الاستهتار والاستهزاء كويس فكرة بيقولك انه دي فكرة موسى مش وعد الله هو مش عايز يجيب الله في الصورة مش عايز يجيب عهد الله مع ابراهيم واصحاك ويعقوب بان يعطيهم هذه الارض مش عايز يذكر هذا الكلام نهائي هو عايز يقولك انه دي فكرة استحسنها موسى هنخرج من مصر بس هنروح فين مش هينفع نعيش في سينة سينة دي صحرة ومش هينفع نعيش فيها كويس ليس فيها ماء وليس فيها طعام تعالوا بقى نعيش نروح الارض اللي عايش فيها اجدادنا طبعا احنا بنقرى كتاة المؤدسة بنقرى صورة مختلفة بنعرف حاجة مختلفة خالص بنعرف انه اساسا خروجهم من ارض مصر هو تحقيق لوعد الله اللي قالوا للرب لابراهيم قديما انه هو هيخرجهم من ارض مصر بذراع ممدودة وبنعرف انه دعوة الله اساسا لموسى مبنية على انه اعطيكم الارض التي حلفت لابائكم ان اعطيهم اياها احنا عارفين رايحين فين احنا خارجين وعارفين رايحين فين انما مش فكرة جات على دماغ موسى ده تشويه للتاريخ هو كل اللي عايز يقوله في الفيديو ده انه ربنا ملهوش علاقة بشعب اسرائيل انه ربنا ملهوش علاقة بشعب اسرائيل وزحبهم الى ارض الموعد ما هي الا فكرة بشرية بحتة ملهاش علاقة نهائي بالرب ولا بعهده ده اللي عايز يقوله بس ده مش التاريخ ده مش التاريخ ده تزييف للتاريخ ده اكاذيب تاريخية طيب ننهي الى تاريخ بني اسرائيل تاريخ بني اسرائيل وسكناهم في ارض الموعد من سنة 1400 قبل الميلاد وحتى السبي البابلي يعني هما قعدوا في ارض اسرائيل قرابة 900 سنة فكرة دلوقتي بتكلمه كتير على العقد الثامن 80 سنة كل 80 سنة ربنا بتردهم برا انا ما عارفش ببنوها علي انا ما عارفش ببنوها علي لانه تاريخ بني اسرائيل مش بيقول دول التاريخ اللي احنا نعرفه مش بيقول كده ده بالعكس اه هم عاشوا ايام القضاء اه كلما كانوا يعملوا خطيئة كان الرب يبعط لهم شعب يزلوهم بس هم عادين في الارض ما خرجوش برا الارض ما اترادوش من الارض ما اترادوش كل زمن القضاء قعدوا في الارض كل زمن الملوك قعدوا في الارض قعدوا في التسعمائة سنة في الارض وبعد لما رجعوا من السبي بعد ما رجعوا من السبي ايضا كويس رجعوا من السبي سنة خمسمائة تسعة وتلاتين قبل الميلاد علي يد الكورش الملك قعدوا في الارض لحد سنة سبعين ميلادية يعني قعدوا في الارض ايضا حوالي خمسمائة سنة اخرى عقدة العقد الثامن او كل ثمانين سنة دي مش موجودة دي من اختراع المسلمين عايز اقولك انه خلاص قربت اسرائيل اللي موجودة دي قربت نكملت الثمانين سنة وتطلع بلا الارض ده وهم قد يكون وقد لا يكون لكنه تاريخيا غير مؤسس على اي احداث تاريخية او ثواب التاريخية طيب نشوف تاريخ بني اسرائيل شوفوا بقى يقولينا ايه عن تاريخ بني اسرائيل هيعلمنا هيعلمنا البية عن اه شعب اسرائيل ووجوده في ارض كانت من سنة تسعمية قبل الميلاد حوالي خمسمية سبعة وتسعين كانت هنا مملكة بني اسرائيل ومملكة يهوزة وكتابهم التوراة التي انزلت على سيدنا موسى واذا اخذوا المكان احتلوه من الكنعانيين ومن اليابوسيين يعني العادة يا مؤمن رجعت ريما لعبتها الادية بعد ما استقروا في هذه الارض ربا وفساد وافساد اه طيب يقولك من سنة تسعمية سنة تسعمية الى سنة خمسمية خمسمية هو بيقول سبعة وتسعين من سنة تسعمية قعدوا في الارض لحد سنة خمسمية سبعة وتسعين طبعا دي كلها تواريخ مضروبة ما لهاش اي اساس ليه لان هما اساسا بعد ما خرجوا سنة الف ربعمية ستة واربعين قبل الميلاد تهوا اربعين سنة فانت اخصم من الف وربعمية ستة واربعين اربعين سنة التواهان في البرية يبقى وصلوا ارض كنعان بعد اربعين سنة سنة الف وربعمية ستة قبل البلاد دخل بيهم يشوع يعني انت بتكلم على الف وربعمية سنة من اول ما بدأ يشوع يحتل الارض دخل بيهم يشوع الى ارض كنعان الف وربعمية قعدوا تلتمية وخمسين سنة في زمن القضاء وزمن القضاء ما كانش وقت سهل بعد ما احتلوا الارض وامتلاكوها كويس كلما كانوا يعملوا خطيئة كان رب يقدبهم بس عمروا ما تردهم ما تردهمش من الارض زمن القضاء تلتمية وخمسين سنة لم يتردوا من الارض عاشوا فيها شوية مزلولين وشوية عندهم فرج ورحابة وخير فانت بتكلم على اول ما بدأ شاول شاول الملك شاول الملك ملك سنة الف وخمسين سنة الف وخمسين جي ما شاول الملك كان اول ملك على كل شعب اسرائيل قعد اربعين سنة شاول كملك جي بعده داود سنة الف وعشرة ما انت الف وخمسين اخصم منها اربعين سنة بتاعت شاول وجي بعده داود يبقى الف وعشرة داود ملك كمان اربعين سنة يبقى سنة تسعمية وسبعين ملك سليمان ملك سليمان سنة تسعمية وسبعين وقعدوا في الارض قعدوا في الارض العشر اصباط اللي فوق اتطردوا من الارض على يد اشور سنة سبعمية اثنين وعشرين كويس يهوزا وبنيمين قعدوا المملكة الجنوبية لحد سنة خمسمية ستة وتمانين مع السبي البابلي وقعدوا سبعين سنة في بابل ورجعوا الى ارضهم وبنوا الهيكل من جديد دا تاريخ دا تاريخ فلما يجي يقول لك السبي البابلي كان سنة خمسمية سبعة وتسعين على فكرة دي معلومة خطئة هو ما عرفش حاجة عن السبي البابلي ليه لانه لما بنقرأ التاريخ بنعرف انه نبوخز نصر اتا تلات مرات تلات مرات اتا نبوخز نصر على اسرائيل على يهوزا المرة الاولى كانت سنة ستمية وخمسة بنسميها دا فريست دي بورتيشن كويس الرحيل الاول لما جي سنة ستمية وخمسة نبوخز نصر خد الشباب الحلوين المثقفين اللي هما يعني الامراء ومن العائلات الكبيرة المثقفة خدهم الى بابل وكان منهم دانيال واصحابه التلاتة كويس لكنه ما دمرش المدينة ظلت المدينة قائمة وظل الهيكل موجود جي مرة تاني سنة خمسمية سبعة وتسعين سنة خمسمية سبعة وتسعين يعني بعد ثمان سنين من مجيء الاولاني والمراء دي لما جيه خد برضو بعض الناس بنسميه دا سكن دي بورتيشن خد برضو بعض الناس من ضمن الناس اللي خدهم خد كهنة من ضمن الكهنة اللي خدهم كان حسقيال اللي كتب لنا سفر حسقيال اللي كتبوا في بابل كماسبي وعيز وبعدين جير مرة تلتة دي كانت بقى الخراب الكامل دا الساب حاصر المدينة وحرقها وضمر الهيكل وخد اللي خده من الناس وساب اللي سابه يبقى الهيكل اتدمر او خراب ارشليم او السابي البابلي هو على فكرة ما ذكرش الهيكل لانه اقول لكم ليه ما ذكرش الهيكل لانه السابي البابلي حصل سنة خمسمية ستة وتمانين وليس سنة خمسمية سبعة وتسعين كما يدعي طيب نروح الى جزء اخر بقى ان من سنة جزء اخر اللي قدام حضرتكم ده التاريخ ده التاريخ ده تاريخ بني اسرائيل اللي انا قلته من شوية من اول لما دخلوا مصر ودخلوا ارد كانعان وبعدين زمن القضاء وبعدين شاول وداود وسليمان والسابي البابلي والسابي الاشوري والسابي البابلي السابي البابلي وهيكل سليمان بيقولك انه هيكل سليمان ده هيكل مزعوم ملهوش اي حقيقة ده اليهود يعني اخترعوا الفكرة دي لكنه ما كانش فيه حاجة اسمها هيكل سليمان بيزور التاريخ بيشوهه شو نسمع اللي هيقوله وآآ نعلق عليه نسمع اه ما جيه بقى الملك نبوخز نصر اللي هو ملك مملكة اسمه نبوخز نصر مش نصر دخل سوى بيت المقدس وتلك المنطقة كلها بالارض وشرد اليهود في بقاع الارض وده كان سنة خمسمية سبعة وتسعين قبل الميلاد وهنا هيطلع لنا اسم هيكل سليمان للمرة الاولى بني اسرائيل قالوا لك يقول لك هنا يطلع لنا هيكل سليمان للمرة الاولى احنا ما عايفش بيجيب معلوماتهم منين بصراحة بيجيب معلوماتهم منين لانه القرآن اساسا ما فيوش اي نوع من التاريخ القرآن ما عندوش حتى سرد تاريخ لا اي احداث كويس جابها منين دي قلفها منين ايه المصدر بتاعه هو ما عراش ما لا ارى ملوك الاول ولا ارى ملوك التاني ولا ارى اخبار الايام الاول ولا ارى اخبار الايام التاني ولا ارى هذه الاصفار ما عراش ما عراش حتى سفر حسقيال ما عراش عن دانيال ما عراش عن ارمية ما عراش عن هؤلاء جاب المعلومات الخاطئة دي منين لانه دا تزييف للتاريخ يقولك وهنا نسمع لأول مرة فكرة هيكل سليمان يا راجل يا راجل يا راجل ما هو يا اما حضرتك جاهل يا اما حضرتك كذاب والاتنين اسوأ من بعض لانه هيكل سليمان موجود والتاريخ بيأكد لنا كده ومش بس تاريخ الكتال المعدس لكن كمان التواريخ الاخرى سواء البابلية او الاشورية بتؤكد لنا ويا ما ملوك من بابل ومنهم نبوخز نصر دخل واخذ كل الدهب اللي كان موجود في هيكل سليمان وكل انية الدهب والفضة ما اريدش ده تشويه للتاريخ لا ده ارشاليم كانت موجودة من اول ما استولى عليها داود الملك واخذها من اليابوسيين وجعلها مدينة الملك العظيم ويس وبنى فيها اسره وحكمه وصارت صهيون او ارشاليم وفي هذه المدينة بنى سليمان ايضا الهيكل هيكل سليمان دا كان قبل السبب دا قبل السبب كم سنة انت بتكلم على انه هيكل سليمان كان قائم قائم ومعروف وموجود من سنة تسعمية ستة وستين قبل الميلاد لسنة خمسمية ستة وتمانين قبل الميلاد ربعمية سنة او اكتر موجود الهيكل موجود الهيكل ربعمية سنة موجود الهيكل في ارشاليم يقول لك وهنا نسمع لأول مرة طيب ماش ما هو حضرتك ما بتقراش ماش كده بتسمع لأول مرة حضرتك ما تعرفش طيب نيجي الى الى مصيبة اخرى يقول لك ايه بعد لما بني اسرائيل راحوا للسب كويس اه بنا الفلسطينيون بيت المقدس برضو دي كذبة تاريخية كذبة تاريخية نسمع الفلسطينيون اللي سكنوا الارض بعدهم بنوا بيت المقدس فوق هذا الهيكل المزعوم وان من حقهم هو اللي بيقول المزعوم لانه هو هو بيشكك فيه يقول لك الهيكل المزعوم بس هو بيقول الحقائق تاريخية يعني يعني اللي بيقوله لك لازم تاخده تاريخيا مع انه ده كذب الفلسطينيون لم يبنوا بيت المقدس لم يبنوا بيت المقدس ولما لما اليهود راحوا السبي كان فيه يهود في ارشاليم موجودين كان فيه يهود عايشين في ارشاليم ولما رجعوا رجعوا بعد سبعين سنة من السبي رجعوا مش كمجموعة صغيرة ده اول فوق رجع كان خمسين الف مع عزرة وبعدين رجعت افواج اخرى مع عزرة ونحمية وبعدين اتبنى الهيكل مرة تانية وتم تتشين الهيكل سنة خمسمية وعشرين قبل الميلاد وقعد الهيكل دوعا لسنة سبعين ميلادية لما الرومان دمروه طيب نسمع الفلسطينيون اللي سكنوا الارض دي بعدهم بنوا بيت المقدس فوق هذا الهيكل وان من حقهم انه هما دلوقتي يحفروا ويخرجوا المعبد دا للنور مرة اخرى مين بقى الفلسطينيون او البلشتيام بالعبري دول حضرتك شعوب موجودة في المنطقة دي من القرن الاثناشر قبل الميلاد انت متخيل القدم يعني من قبل ما يجوا بني اسرائيل مع سيدنا يوشع بنون سنة تسعمية زي ما قلت طيب اه زي ما قلتلك وطبعا ناخدنا عن تاريخ الفلسطينيين وقلنا انه كانت في الخمس مدن بتوع الفلسطينيين الساحلية كويس مدن الساحل منها جدت واشكلون وغزة واشدود الخمس اقطب بتوع الفلسطينيين ودول سكنين تحت عند الساحل وكان فيه سراع بينهم وبين اليهود ايام سليمان وايام ايام شاول وايام داود الى اخره لكن لم يأتوا يا ابن بيت المقدس زلوا في اماكنهم تحت وبعدين انت بتقول انه اليهود جم سنة التسعمية انت لسه قيل انه انه اساسا كان يشوع دخل الارض في 1200 سنة خلينا نشوف التناقض دا لانه التناقض دا مهم اختمي بي اوريكو تزويره للتاريخ ماشي نسمع الفيديو دا نجي نبي جديد اسمه يوشع ابن نور وده كان بعد سيدنا موسى في القرن الاثناشر قبل الميلاد هم اللي اخد الجيل الجديد دا ودخل بيهم الارض المقدسة وحكموا فعلا واصبح ليهم ممو بقى الفلسطيون او البلشتيام بالعبري دول حضرتك شعوب موجودة في المنطقة دي من القرن الاثناشر قبل الميلاد انت متخيل القدم يعني من قبل ما يجوا بني اسرائيل مع سيدنا يوشع بن نون سنة تسعمية زي ما قلتلك من شوية الفيديو دا في التناقض في الاكاذيب مرة قال لك يشوع في القرن الاثناشر قبل الميلاد ومهنة يقول لك يشوع في تسعمية سنة عشان هو مش عارف التاريخ نكمل مع بعض في حلقات اخرى فإلى ان نلتقي سلام المسيح مع حضرتكم ترجمة نانسي قنقر